السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الأعدادي بمدرسة رواد المستقبل للغات أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من ضغوط النحو وهو درس بعنوان الممنوع من الصرف ما هو الاسم المنصرف وما هو الاسم الممنوع من الصرف الاسم المنصرف هو التي تظهر على آخره جميع حركات الإعراب والتنوين مثل أن تقول أصبح محمد محبوبا إن محمدا قالب متميز سلمت على محمد فكلمة محمد في هذه الأمثلة اسم منصرف حيث ظهرت على آخره جميع حركات الإعراب أو التنوين أما الاسم الممنوع من الصرف هو ما لا يجوز أن يلحقه تنوين ولا كسر إذا لم يكن مضاقه مثل أن تقول الساكت عن الحق شيطان أخرس من تكلم في ما لا يعنيه كان إنسانا أحمقه العاقل من لا يتحدث بكلام أحمقه فكلمة أخرس وأحمقه هي كلمات ممنوعة من الصرف أو التنوين متى يمنع الاسم من الصرف؟ الممنوع من الصرف أو التنوين يكون لأسبابه فهذه الأسباب إما أن تكون صيغة منتهى الدموع أو أسماء مختومة بألف التأنيف الممدودة أو أسماء مختومة بألف التأنيف المقصورة أو الأعلام أو الصفات هيا نتناول ذلك بالتفصيل فينقسم الاسم الممنوع من الصرف إلى قسمه القسم الأول هو اسم ممنوع من الصرف لسبب واحد ثم القسم الثاني هو اسم ممنوع من الصرف لسببين أولا الاسم الممنوع من الصرف لسبب واحد ويضم أولا صيغة منتهى الجموع ما المقصود بصيغة منتهى الجموع هي كل جمع تكسير ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ياء ساكنة مثل مساجد، ستائر، مدارس، معالم فهنا الألف ثالثة بعدها حرفان فهي ممنوعات من الصرف أو عصافير تماثيل مفاتيح وهي جمع تكسير أيضاً به ألف بعدها ثلاثة حروف أوسطها ياء ساكنة إذا لم يكن أوسطها حرفاً ساكناً أي أوسطها متحرك فلا تمنع من الصرف مثل أن تقول تلامذاً فهو جمع تكسير وبه ألف بعدها ثلاثة أحرف ولكن وسط هذه الثلاثة حرف متحرك فهي لا تمنع من الصرف وإنما تكون مصروفة مثل تلامذة، جهابذة، صيارفة، عمالق ثانياً الاسم المنتهي بألف التأمير في المقصورة الزائدة ما المقصود بالاسم المقصور؟ واسم آخره ألف مفتوح ما قبله مثل سلوى، ليلة، لبنة، ذكرى، بردى، دعوى، قتلى، جرحى، عظمى، كبرى، دنيا، عليا فلو لاحظنا هذه الكلمات تجد أن الألف الزائدة قبلها ثلاثة أحرف من أصل الكلمة فسلوى، وليل، ولبنة، وذكرى أو ذكرى أصلها ذكرى، دعوى أصلها دعوى، قتلى أصلها قتلى، جرحى أصلها جرحى وهكذا ثالثاً الاسم المنتهي بألف التأمير في الممدود وهي اسم آخره ألف وهمزة زائدتان بعد ثلاثة أحرف أو أكثر مثل فقراء، فالألف والهمزة زائدتان على أصل الكلمة فقراء، صحراء، الألف والهمزة زائدة على صحراء، حمراء، كرماء، صعداء وهكذا أما إن كانت الهمزة أصلية أو منقلبة عن أصل أصبحت الكلمة مصروفة مثل أعداء، داء، بناء فهذه الألف والهمزة لم تكن أبداً أصلية لم تكن زائدة وإنما في أعداء فهي منقلبة فهي منقلبة عن أصل أصلها عدوى وهكذا فإذن يجب أن تكون الألف والهمزة زائدتان بعد ثلاثة أحرف أو أكثر وهذا هو السبب الذي منع الكلمة من الصرف لسبب واحد هيا نتناولوا الاسم الممنوع من الصرف لسببين ويضم أولاً الأعلام العلم الممنوع من الصرف ويشمل أولاً العلم الأعجان وهو اسم ليس عربياً زائد على ثلاثة أحرف مثل إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، مايكل، لندن، فلسطين، إسرائيل، أكتوبر، نوفمبر إلى أفرق أما إذا كان العلم الأعجمي ثلاثياً ساكن الوسط فيجب صرفه مثل نوح هود لوط وملاحظة هامة كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف ما عدا ستة أسماء جمعت في كلمة صن شمله وهي محمد صالح شعيب هود نوح لوط بقى العلم المنتهي بتاء التأنيف سواء كان لمذكر أو لمؤنث مثل معاوية هو علم المؤنث لفظاً لانتحاق تاء التأنيف لها حمزة، صلحة، فاطمة هو علم المؤنث لفظاً ومعنى لأنها مؤنث وبها تاء التأنيف فاطمة، عائشة، يسرية، جدة، مكة وأيضاً هناك علم مؤنث معنا فقط زائد على ثلاثة أحرف غير المنتهي بتاء التأنيف مثل سعاد وزينب وكوثر ومريم وأسماء أما إذا كان وأيضاً العلم المؤنث الثلاثي متحرك الوسط زي ساحر وأمل وملك وقطر وأيضاً من نوع من الصرف أما إذا كان العلم المؤنث ثلاثياً ساكماً الوسط فإنه يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع مثل هندو، مصر، شمس، حسن، فيجوز الصرف كما جاء في القرآن الكريم اهبطوا مصراً فجاءت هنا منونة ويجوز منوها من الصرف مثل أيضاً كما جاء في القرآن الكريم ادخلوا مصراً إن شاء الله آمنون أيضاً العلم المركب تركيباً مسجياً مثل بور سعيد بعلرك حضر موت نيويورك وأيضاً العلم المنتهي بألف ونون زائدتين مثل عثمان عفان مروان عمران كل هذه أعلام ممنوعة من الصرف لسببين ساب الأول لأنها علم وساب الثاني إما لأنها مؤنث أو مركب تركيب مسجي أو عالم أعجمي أو منتهي بألف ونون زائدتين وهكذا أيضاً العلم على وزن الفعل ومعنى على وزن الفعل أن يجوج استخدامه كفعل ويجوج استخدامه كاس مثل أحمد الله على التفوق فأحمد هنا فعل مضارع مرفوع بالضمة أو كاس مثل أحمد أخي فهو هنا اسمه ممنوع من الصرف ويأتي ذلك أنثاب كثيرة مثل أحمد وأشرف ويزيد وتغلب وأيضاً العلم إذا كان على وزن فعل مثل عمر وزحل وهبل وجحة وقزح ومضر وهكذا أما الصفة الممنوعة من الصرف وتضم أولاً الصفة إذا جاءت على وزن فعلان التي مؤنثها على وزن فعلان مثل عطشان عطشة وغضبان غضبة وضمآن ضمآ وفرحان فرحة أما وأيضاً الصفة على وزن أفعل مثل أسود وأبيض وألطف وأحمر وأجمل وأجل وأهم وأحق وأشد كلها الصفات على وزن أفعل هي ممنوع من الصرف ما جاء أيضاً على وزن فعال مفعل وهي من أسماء الأعداد فقط من 1 إلى 10 مثل أحد موحد وثناء مثنى وثلاث مثلث ورباع مربع وهكذا إلى عشار معشر كأن تقول وقف الطلاب ثلاثة ورباع وأخيراً الصفة على وزن فعل وليس منها إلا كلمة واحدة وكلمة أخر جمع كلمة أخرى فهي دائماً من نوعات المنصة ما هو إعراب الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف إذا كان معرفاً بأل أو بالإضافة يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وينجد بالكسرة مثل أن تقول صليت بالمساجد الأثرية أو صليت بمساجد القاهرة الأثرية فكلمة المساجد كما تعلمنا ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهم جمهور ولكن هنا اسم مجرور وعلامة جريه الكسرة لأنها معرفة بالألف واللام وفي المثال الثاني اسم مجرور وعلامة جريه الكسرة لأنها معرفة بالإضافة أما إذا لم تكن معرفة بالألف واللام أو بالإضافة فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة نيابة عن الكسرة مثل صليت بمساجد أثرية فمساجد هنا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة على الكسرة لأنها ليست معرفة بالألف واللال ولا معرفة بالإضافة تمسكك بمبادئ دينية مساعدك في حياتك فمبادئ هنا فمجرورة بالفتحة نيابة على الكسرة لأنها غير معرفة بالإضافة ولا معرفة بالألف واللال وإلى هنا أبناء وبناتي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته